في إطار برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الذي يعد واحداً من الآليات الأوروبية للشراكة وتعزيز العلاقات مع دول الجوار عقد ملتقى تايكس للمساعدات التقنية لتبدل المعلومات حول التطبيب عن بعد والصحة الإلكترونية بحضور خباراء ومختصين من بلجيكا، السويد، فرلندا وإسبانيا من أجل نقل تجربتهم الناجحة في هذا المجال وإبداء رأيهم بالتجربة الجزائرية نقول إن شاء الله أننا سنقوم برنامج 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 برنامجة الملتقى جاء لدعم المستفدين من إدماج التكنولوجية الحديثة في مجال تقديم الخدمات الطبية لضمان النوعية والمرافقة المستمرة للمرضى خاصة في المناطق البعيدة كولايات الجنوب والهضاب أين يضطر المواطنون فيها لقطع مئة الكيلومترات من أجل تلقي العلاج، المعاينات والكشف عن الأمراض الهدف المنشود هو تشهيل الحياة على المواطن من أجل عدم التنقل من ولاية إلى ولاية امتعان حيث في الأشياء المواطنون من أجل تلك البعيد مواطنون في هستمتعان ولكنه مصدر في الوصول على التكنولوجيا وهذا يمكن أن يقوم بسبب هذه الوصول على التكنولوجيا من أجل ترقية الصحة العمومية في الجنوب والهضاب بغية تنفيذ مشروع التطبيب عن بعد الذي سبق وأن تم الإعلان عن إطلاقه بداية هذا الشهر والذي سيسمح بتقليص حالات التنقل نحو الشمال لتلقي العلاج في انتظار تعميم التجربة على باقي ولاية الوطن